السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي؟ عملين ايه؟ تعالوا مع بعض النهاردة ناخد درس يفضل معينا العمر كله واللي هنتعلم من خلاله ازاي نكون نجحين في حياتنا وازاي نحاق اهدفنا درسنا اسمه مفتاح النجاح تعالوا نقرأ الدرس مع بعض يواجه الانسان في مراحل حياتي عقبات كثيرة الانسان بتقابله في حياته صعوبات كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا طب يعمل الانسان الناجح دوت لما تقابله الصعوبات والمشاكل كتيرة دي عليه الا يستسلم لها يبقى الانسان اول ما تقابله الصعوبات ما ينفعش يستسلم لها ويتزلل ويغضع للمشاكل والصعوبات دي طب ليه؟ لانه يتطلع الى المستقبل بيحلم بالمستقبل ويحلم بالنجاح فالنجاح هو هدف الانسان لانه هو بيطمح لمستقبله وبيحلم بالنجاح لان النجاح ده هدف كل انسان وغاية كل إنسان ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج لمجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول إلى النجاح بس الإنسان عشان يوصل لهدفه دو هو محتاج مجموعة عناصر عشان تساعده إنه يقدر يواجه الحياة بصعوباتها ومشاكلها وتساعده لوصول لنجاح كلمة يواجه معناها يقابل وعكسها يفر ويهرب ولمراحل مفردة مرحلة وعقبات معناها صعوبات ومفردها عقبة ويستسلم معناها يغضع ويأسويان هزم وهدف جمعها أهداف وكلمة تعينه وإوعاتين سمعناها تساعده على العكس تغذله طب لو أنا حبيت أسألك قلت لك ماذا يواجه الإنسان في مراحل حياتي هتقول لي يواجه الإنسان في مراحل حياتي عقبات كثيرة طب وماذا يجب عليه عندما يتواجه هذه الصعوبات عليه أن لا يستسلم لها طب لو أنا سألتك سؤال تاني قلت لك ما هدف كل إنسان في الحياة هدف كل إنسان في الحياة هو النجاح طيب تعالوا نشوف إيه الصعوبات ديت وإيه العناصر اللي تخلينا نقدر نواجه الصعوبات ديت وهذه العناصر الستة مفتاح النجاح الحقيقي عندي ستة عناصر هي اللي هتوصلني للنجاح الحقيقي وأولها وهي الثقة بالله والثقة بالنفس أول حاجة عندي إني أكون واثق بالله واثق بنفسه يعني إيه يعني يكون عندي يقين أن ربنا هيوفقني اللي أنا عايزه واللي بأحلم به طالما عندي ثقة بنفسي وخلي بالك أنت أفضل مخلوق خلقه ربنا وأنك بتمتلك قدرات لا محدودة وأنك تقدر توصل زي ما غيرك وصل لهدفه حقه ما تستهنش بنفسك أو بقدراتك فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ما ينفعش الإنسان ييقس من رحمة ربنا ولا يستهن بنفسه أو بالناس لأن الإنسان طبيع على الخير ما ينفعش إنسان يستقل بنفسه أو يقلل من نفسه أو بالناس اللي حواليه لأن ربنا خلقه على الخير وأنه عنده قدرات لا محدودة طيب خلي بالك يبقى عندنا الثقة بالله والثقة بالنفس هي أول عنصر من عناصر النجاح طيب وكلمة الثقة معناها إيه؟ كلمة الثقة معناها اليقين وعكسها الشك ويقنط معناها ييأس وعكسها يأمل وطبيع خلقه ولو جيت أسألك ما أول عنصر من عناصر النجاح هتقول لي الثقة بالله والثقة بالنفس طيب ما المقصود بالثقة بالله والثقة بالنفس ألا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يستهن بنفسه أو بالناس لو قلت لك لماذا يجب على الإنسان ألا يستهن بنفسه أو بالناس هتقول لي لأن الإنسان طبيع على الخير تعالوا مع بعض طيب نعرف العنصر الثاني من عناصر النجاح وهو التواضع فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه خلاص انت بقى عندك ثقة بالله وثقة بنفسك ها اوعى تتكبر خليك متواضع لان الانسان اللي بيتواضع منزلته ومكانته بتكبر في النفوس والناس بتحبه جدا على عكس دايما اللي بيتكبر دايما بيبقى قليل في نظر الناس ومش بس كده ده كمان بيخسر نفسه طيب يعني ايه كلمة منزلتي يعني مكانتي وكلمة هانت معناها ضاعت والنفوس ومفردها النفس وما تنساش ان احب الخلق الى الله هما المتواضعين طب لو جيت سألتك ما نتيجة التواضع وما اثر التقبر هتقول لي من تواضع لله ارتفعت منزلتي في النفوس ومن تقبر هانت صورتي في العيون وخسر نفسه ولو سألتك ما ثاني عنصر او ما ثاني مستع من مفاتيح النجاح هتقول لي التواضع طب زي ما انت شايف كده هو طب لو جيت قلت لك مواجب كل فرد من افراد المجتمع تجاه مسئولياتي عشان تجاوب على السؤال ده اسمع العنصر الثالث من عناصر النجاح وهو المسئولية اذ ان لكل فرد من افراد المجتمع مسئولية عليه ان ينهض بيها وان لا يقصروا في ادائها يبقى تالي تعنصر عندي من عناصر النجاح انك تكون متحمل للمسئولية لان الالتزام بالمسئولية قوة وكل فرد من افراد المجتمع مسئول عن نفسه وعن اللي حواليه زي بابا وماما مسئولين عنكم والمعلم في الفصل مسئول عنك وان يوصل لك المعلومة بصورة سهلة تقدر تستوعبها وتفهمها وخلي بالك انك لما تكون مسئول عن نفسك وعن مذاكرتك هتقدر تنهض بنفسك ومش بس كده هتنهض بالمجتمع بتاعك ووعى تستهين ولا تأثر في اداء مسئوليتك يبقى اعتقد كده انت عرفت واجب كل فرد من افراد المجتمع تجاه مسئوليته ايه احسنت ان ينهض بها وان لا يقصروا في ادائها وان كلمة ينهض معناها يقوموا بيها احسنت تعالوا نعرف العنصر الثالث الرابع عندنا من مفاتيح النجاح او من عناصر النجاح وهو عنصر مهم جدا وموجود عندي ناس كتيرة جدا المهارة احسنت فالناجحون ماهرون في اعمالهم الانسان الناجح دايما باهر في اعماله متميز في عمله بارع في عمله وخاصة ان الناس اللي ماهرون دولا بيكونون دائما على اتم الاستعداد لدخول اي تجربة ومواجهة اي صعوبة المناجحين دايما على اكمل استعداد عشان يخشوا اي تجربة وعشان يقبلوا اي صعوبة تقبلوهم هم قادرين يقبلوها ويواجهوها وبيتميزون بقدرة انفائق على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم وعندهم قدرة عالية جدا ومتميزة ومنفردة اي شيء جديد يقدروا يسمعوه ويحققوه وما بيقولوش لا خلينا في القديم القديم احنا عارفينه لا دا بيبقوا عايزين دايما يغيروا كل جديد عندهم وبتكون هناك ضرورة لتغييره ويؤدون عملهم على احسن صورة ويكونوا المنتجين دا كمان بيعملوا العمل بتاعهم على احسن صورة اكمل وجه وبيطلعوا انتاج جميل جدا جدا زي احمد زويل وزي عندنا فاروق الباز وعندنا علماء كثيرة جدا ومجد يعقوب علماء كثيرة جدا عندهم المهارة ديت وبقوا متميزين فيها ومنفردين فيها المهارة معناها الاتقان والاجادة وماهرون مفردها ماهر ولو سألتك ما صفات الناجحين هتقول لي ان هما بيكونوا ناجحون في اعمالهم وهم على اتم استعداد لدخول اي تجربة ومواجهة اي صعوبة ولو سألتك بما يتميز الناجحون هتقول لي يتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم وبيكونوا منتجين يبقى احنا كده عارفنا ان العنطر الاول هو استقى بالله واستقى بالنفس وتاني حاجة اني اكون متواضع وتالت حاجة اني اتحمل المسئولية وربح حاجة اني يكون عندي مهارة وخلي بالك العنصر الرابع ده مرتبط بالعنصر الخامس اوي وخاصة ان المهارة بتحتاج الى ابداع طالما انت باهر لازم تكون مبدأ الابداع فالناجح يملك دوما قدرة على فالناجح اعتذر فالناجح يملك دوما قدرة على الابتقار والابداع فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد الانسان الناجح دايما عنده قدرة على الابتقار لان هو ناجح دايما ومبدأ دايما ما بيفكرش غير في الجديد وما بيشغلش الناجه الا بالحاجة اللي هتفيده وتفيده المجتمع وكلمة الابداع معناها الابتقار وفائقة معناها ممتازة ولو سألتك ماذا يملك الانسان الناجح هتقول لي بيملك الانسان الناجح قدرة على الابتقار وعلى الابداع طب اخر عنصر عندي من عناصر الناجح وهو اهم عنصر من عناصر الناجح اللي بيخليك تقدر تكمل وتوصل لهدفك وهو الاسرار فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول لهدفي ولا تقف طموحاتي عند حد ليه؟ لانه يملك روح التحدي والمنافسة يعني ايه الاسرار؟ يعني استبات يعني انك تكون مصمم انك توصل لهدفك وما تتراجعش ابدا عن اتخاذ القرار انت خدته طالما قرارك صحيح ابدأ ونفذ ويبدأ بسرعة ينفذ على طول واصق من هدف وواصق من قدراته اللي محدودة ومش بس كده دا لو نجح كمان في الهدف بتاعه بيبدأ الطموحاته تزيد ويبقى عايز يزود اكتر لان الانسان دايما بعملك روح التحدي وروح المنافسة زي ما انتو شايفين وهو الانسان اللي بيصعد الكابل دا ما بيقفش وقول لا 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 انا هتعب وهنزل لا دا بيكمل لان هو لو ما خدش القرار ان هو يكمل ممكن يتعب ويقع طيب وكمان عندوك عارفين النملة لما بنيجي نلعب معاها لما بتقبلنا نملة كده ونيجي نلعب معاها ونحط صبعنا قدامنا فهتغير اتجاهها وترجع تاني تحط صبعك الناحية التانية تغير اتجاهها وترجع تاني ليه بقى لان النملة عندها اسرار وثبات ومصممة توصل للمكان اللي هي عايزها وما ننساش ان كلمة الاسرار معناها السبات والصائب معناها الصحيح طب ما اهمية الاسرار في حياة الانسان اهميته انها بتجعله لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قرب من فيه تنفيذه وبكده احنا نكون خلصنا درسنا النهاردة وتعلم مع بعض نراجع عناصر النجاح اول حاجة قلناها استقى بالله واستقى بالنفس والتاني عنصر هو التواضع لله احسن طب والتالد تحمل المسئولية اما الرابع فهو اتساب المهارات او المهارة والخامس هو الابدع واخيرا الاسرار والتحدي والمنافسة وبكرا نكون انتهى درستنا